إجعلنا اليوم معناها مجيل متاعي انا وحتى مجيل اللي بعدي انا اللي عايش ونجيب الخطاب كمتفرجين يظهر لي خلى فيهم برشة 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 اثر يظهر لي معتا كين عاودوا نتفرج وشوفت ساعة ساعة يعاودوا يحطوا ايميسيون بتاعه القديم اليوم يظهر لي فهمنا قيمته نجيب الخطاب وكيفاش كان يتحور مع الضيوف متاعه وكيفاش عنده كل سهولة معناها دو بسكولي معناها من سجل للاخر كيفاش الكسيون متاعه كانوا باقتنان بالحق كين نتفرج اشتوا نقعد به ونحس اللي يعرفنا كنا صغار بسيح وقتها اما اه قامة كبيرة بالحق وتتعوضش وعلى فكرة حتى في غير المحتوى اللي هو كان مبدع فيه ولكن حتى في الاطار ما كانش من هوات القوالب الجامدة وكان يخرج عن المألوف ويمشي فيه يحاول اه اللي صعيب تعمل فيها اه المباشر وكان يأمن المباشر وكان ينجح في هذا اه نجيب الخطاب اللي يرحمه اه دوك 25 افريل 1998 كان غادرنا وبتباعة فرصة باش نترحم عليه وصراحة انا واحد من الناس اه فخور جدا كوني اليوم امتهن اه مهنة خدمها نجيب الخطاب في وقت ميلة الاوقات اه الله يرحمه نعم وهات نبدأوا باخبارنا اليوم زائل نبدأ بالاعلام لها قلود المبروك مقديمة برنامج 90 دقيقة بإذاع تيافامي لأفادت ان الاستماع لها من قبل الفرقة المختصة للحرس الوطني بثكنة العوينة تواصل لمدة عشر ساعات بعد ما تم الاستماع للمثل القانوني للإذاع وذلك في علاقة بتصريحات الوزير الاسبق مبروك رشيد والمحامي سامير ديلو في ظل سريان قرار منع التداول الاعلامي في قضية التأمر ووضحت انه طول مدة الاستماع سببهم ورجعت الفرقة المذكورة للنيابة العمومية في اكثر من المنسبة من اجل طرح اسألة تكميلية وشارت الى انه الاسألة بخصوص الوزير الاسبق المفتش عن مبروك كورشيد ما حاولت حاول كيفية الاتصال به وقارد فتل مصدر ذات وانه تم فتح محظر ثانا حاول تصريحات سامير ديلو بخصوص قضية التأمر في ظل سريان قرار منع التداول الاعلامي وشدت على انه الاذاعة لم يتم اعلامها رسميا بقرار بنع تداول عبر الهيئة العليا للاتصال السمع البصري كما انه تصريح النطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب حنين جداس بخصوص تواصل سريان القرار لا يعتبر اعلاما رسميا اللي غير طبيعي هو انه سيد هدية قد يكون ملاحق من القضاء واحلم في بنيش مثلا بيهني التساؤل هل خرج بلاغ رسمي من القضاء ونيابة العمومية يعلمنا انه السيد هدية مثلا ممنوع نحكيه معاها وإلا هو رشير شي لا لا اطميش انا ما نعرش في بنيش قال في استاتيو غادرت البلاد كلمة مغادرت البلاد رهي لا توحي بأنه شخص هيرب يعني غادر البلاد يعني يسفت ليش هناك قانون يمنع فيه ما المهنة عندي تجربة شخصية ساعة مزوز حوارات صارت في السابق لو انه وجود ايكيب ما نعرفوش كيفش تحطى المعادية تحطى المعادية على الطريقة العادية كي انكلمنا ايذي فريق الابد تصل بيه على رقمه عادي يعني نحنا انا با سانسي افوار لدوسيه متاع الناس احنا الملفات القضائية اليوم شنو معناه انا يزيني قبل ما ننكلم اي شخص انه نمش نعم الاستشارة القضائية ما هوش دوري احنا كفيش تخلت لنا المعلومة احنا سانسي فما فما هيكا تبع فلنا ترسلنا يقولونا مش ننقد ننتبع في التصريحات الصحفية متاع المسؤولين بش نفهم شو اللي ساير دونك هني قلت لك امو عز تخلويذة كبيرة يس مو كيف تيف ماذا تديم عدم التداول انت في بالك اللي قالوا لي ما فهماش عدم تداول قلت لهم انا في بالي وفيت لحكاية هذيك واصلا نحكم اللون ما خلطت لنا شيء وانا لم اتداول فالاخر يعني يعني خدمت خدمتي انا اسألت فهمت عشرة ساعات مروين عشرة ساعات استماع للاعلمية خلود مبروك على خلفية حوار دام بضعة دقائق مع مبروك كرشيد اللي هو غادر البلاد اللي هو المتهم وليس محكوم عليه معناها مازال بريء الى حد الى يوم ايدانته وحتى محكوم عليه لا لا نحكي انا في الواقع اللي هي وقت اللي حكاية في البرنامج بتاع خلود مبروك هاتنا بداول ساعة بالحاجة الباهية اللي هي مستوى الحرافية ومستوى التعامل الطيب اللي زميلتنا خلود مبروك لولانية حكيت عليه من قبل الفرقة المعنية في الفرقة المختصة المعنية في فاكنة الحرس الوطن اللي هو بيدو اثار جدل على فكر اللي هما بيدو هما شنو اللي اثار جدل كونو يتعاملوا بتربية مع مع اعلامية ولا مع مواطنة ذاك المنموم سندكال من المفروض هما هما ايه كنشوفوا حاجة كما هكا مثالش نقولوا عليها كلمة تحقيقك بأقصى درجات التعاون والطربية والأخليق لأنهم في آخر الأمر جاهم إيناب ويلزمهم يعملوا هك هذا ما تنحط هذا نمروا عليه الحاجة الثانية فما يعني مشكلة متع فهم من ناحية وأنه الصحافة والصحافي والمؤسسة الإعلامية رغم زمن نفهمه اللي هما ما همش تابعين لمنظومة الحكم مهما كانت لهم تابعين منظومة الحكم فكريا وسياسيا ولهم تابعينها كجهاز يعني خلود مبروك عمره ما كان من خدمتها أنها تلقي القبض على مبروك كرشيت وإلا تسهل حتى أنه في القبض عليه ما وش دورها ما وش دورها وما هش خدمتها فما يعني فما أنا نتري جورناليستيك في أنك تحكي مع الإنسان هذاك وأنا كتاخذ الرواية متاعه خدمتها تقف غتي كما عملوا الناس اللي عملوا حوارات مع تشابو مع بابلو سكوبار مع وسامة بن ليدن مع سنودن ونحن مشي كلهم رأوا من الناس ذهما عملوا عدد من الحوارات أما نحن لازم نبدعوا في تونس ولازم نجيبوا للصحافي وصحب القناة وكذا ودرج نو ونسمعوا عشرة ساعات ونسمعهم عشرة ساعات في بقى العشرة ساعات يبدو أنهم مقسومين على زوز على زوز محاور نجيوا للمحور الثاني واللي هي مسألة قرار منع التداول الإعلامي في قضية التأمر بحي هت نحاول ونكون معناها موضوعيين في المسألة باش المستمعين متاعنا يعرفوا لو ما فهماش حاجة في القانون اسمها التداول الإعلام فهماش ما فهماش حاجة في أخلاقيات المهنة متاعنا وصلحوا لي كاني غالط فهماش حاجة اسمها التداول الإعلامي متاع موضوع كذا فهماش يعني منع التداول الإعلامي هذي في قضية التأمر لو في حقيقة الأمر حت حد ما هو فيه مشني بالضبط عمليا شو معناه وبالتالي فهماش كون اللي ياخذ حذره ويقولك القضية ذي ما فهماش جملة وفهمها اللي يعمل قراءته الشخصية ويقولك لا ذي معنات هرا نحكيو على حيثيات الملف ولكن كل ما يحيط المسألة من تصريحات المحامين من كذا هذا كروا النجم ونحكيو فيه وكل واحد عمل تأويل متاعه رو بش نبداو بش نبداو معناتها شفافين مع الناس اللي يسمعوا فين على خاطر هذية ما فهماش ما عندها حتى معنا وقرار منع التداول الإعلامي هذية رو بش نزيدكم معلومة أخرى رو كيخذاه قضي التحقيق بعثوا للهايكا وفي تمشي سليم اجرائيا على الأقل سليم لأنه حكاية منع التداول الإعلامي هذية اللي قلت لكم طول لنحن حتحد ما هو فهمها كان من المفروض أنه الهايكا اللي هي مسؤولة على وسائل الإعلام السمعي البصري ترجملنا عمليا شنو معناها ومدام هذيك الهيئة اللي اللي لاهية بنا لكل نتبقوا تعليماتها هذا اللي من المفروض كان يصير لكن الهايكا نظرا لعدد من المشاكل اللي ماهاش حتى مرتبطة بهذا ما عملتش للخدمة هذي هاي في الأثناء شنو يزبنا نعملو نعملو رويحنا كين وما فهماش الموضوع في نصم في زملائنا في الطاب لأنه أي واحد يخدم يغلط وهذا طبيعي في وقت من الأوقات قالت محمد الناصر توف ربي طاول في عمر يعني يعني ما لي لا في المهموت في المحلول التداول الإعلامي في القضايا الفلانية في القضايا الفلانية ممنوع بالواحد بالممارسة ولينا نفهم وين مثلا كي تجيب سامير ديل وتناش تعدي ليل تكتب حتى هانا هانا اكتشفناها الحكاية دايوانا كنجيب سامير ديل ونقول نقول عسلا مسي سامير اليوم بش نحكيه على بش نحكيه على بش نحكيه على كورة القدم في تونس مثلا وهو يقعد قدامي ونبدأو نحكيه وكليب ومارسة واحد ونطلعو نهبتو كذا ونبعد في الاخر يقول يا حقا راوى كل في الحبس مظلومين شنو نعمل شنو مطلوب نمشيلك معناه في ناخذ ناخذ راني بالعاني ناخذ في أمثلة سخيفة بش نرجعو للأصل راوى اللي ما يتطبقش على الأمثلة هذية ما يتطبقش حتى في حكاية أخرى هو التوصيف متاعك زيدا ينتبق حتى على الوضعية اللي إحنا اليوم فيها في في علاقة بهذه القضية و بالاستماع لمدة عشرة ساعات لإعلامية على خلفية حوار دائم بضعة دقائق بالضبط كون النقد ونسأل ونعاود ونسأل ونعاود ونسأل ونعاود لمدة عشرة ساعات وفي اللي كستري اللي كنا نسمحوا فيه اسمعنا زميلنا الآخر معزمة غربية اللي هو بين الثورة ما نتفكرش العام بالضبط وقتيش عمل الحوارات مع بلحسن ترابلسي هو ملاحق يظهر لي حتى اليوم من قبل العدالة التونسية ومعا سليم شيبوب وقتها زادا ملاحق سليم شيبوب وقتها مدر بي حتى حد وليوم ما زال ملاحق وقتها مدر بي حتى حد يظهر لي حتى حتى حد عاية المعزمة غربية قال وين وكيفاش كلمت وقال وقتها معزمة غربية قال في خلال تدخل خلود مبروك معاقل إنو تواجه للقضاء في حلقة سليم شيبوب والقضاء أنصفوا وتعديت الحلقة وقتها تم منع بث الحلقة. تم منع بث الحلقة لكنه تواجه للقضاء والقضاء انصفوا. تم بث الحلقة. في الموضوع. واللي هي تنجم تكون معناها ينجم يكون في مثل الحالة هذه وداير كما زاد الحلقة لما تعديتش واللي بعد شوية بش نحكيه عليها في بيان للنقابة الوطنية للصحفين التونسيين لزميلنا حمزة البلومي. بش نمشي مع عنوين النشرة المفاصلة للأخبار سهيلة السمعي معنا في الستوديو. موسين معكم في لوماجيكس برس ذكركم في بداية الساعة الثانية في هاشتاغ هجربوا جماعة اه تعاركوا حاجة لأولاد هذا العنوان. ذكركم كذلك في اخر جزء من برنامجنا بش نضمننا دكتور امين بن نور واللي هو اه طبيب جراح وعضو منسق في قفل ضمير العالم اه برعاية عمادة الاطباء يحكي لنا على التحذيرات لهذه القافلة وكذلك على جملة من الصعوبات اللي تعترضها. بش نواصلوا مع الاخبار وبش نبقاو على موضوع الاعلامية خلود مبروك وكذلك موضوع اخر كان موضوع بلاغ من نقابة الصحفية. النقابة الوطنية للساسيين تونسيين الجادد اليوم في بيان لها رفضها لقرار منع تدول الاعلامي في قضاية التآمر على امن الدولة واعتبرت انه رقابة مسبقة على المظامين الاعلامية ويتعارض مع الدستور ومع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وجاء بين النقابة على اثر الصدعاء الصحفية باذاعة ايفام والممثل القانوني للاذاعة من قبل فرقة مكافحة الجرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال الحراس الوطني باللعوين. كما جاء بعد حضر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس اول امس نشر تحقيق تحت عنوان فيقويا اولياء خاص ببرنامج الحقاق الاربعة اللي يعالج موضوع الابتزاز الجنسي للاطفال. ودعاة النقابة السلطة التنفيذية الى احياء دور ليكا لتقوم بدورها التعديلي لتفاجي مثل هذه الممارسات اللي قالت انها تمس جوهر الحقوق والحريات. مروين نقابة الوطنية للصحفيين في علاقة بالموضوع اللي كنا نحكي فيه منع التداول في قضية التأمر وكذلك حضر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس نشر تحقيق حول الابتزاز الجنسي للاطفال. هو بتبعط الحال نقابة السحفيين في دورها كي تخرج بيان حول المسائل هذية لانه كان مش نحكيه بطريقة معناها حضرية حضرية معناتها مرتبطة بسناء العام اللي نعيشو فيه والعالم اللي رانا في درجات متع تخلف عميقة جدا. راو من المفروض ما عادش يسير هذي كل. من المفروض راو ماناش يعني كونوا في هالبعد هذا على ما يمارس في العالم وعلى ما تصورنا في وقت من الأوقات أنه أصبح من من المضمون. معناتها راو كيوصل يوصل الصحافي التونسي في وضع متاع هشاشة آآ مالية واقتصادية كي مروا فيها اليوم كي نوصلوا المؤسساتنا الاعلامية الكل. ما عدا واحدة ولا اثنين. الكل هم آآ يعنيتها يلعبوا ورقة كي ما نقولوا. حتى اثنين ولات معاتش آآ معاتش صحيحة برش. واحدة وينكر. وشوف وشوف آآ كينو هذي ما يشرفش تونس في آخر الامر وما يشرفش بلادنا. خلينا من خلينا من يعني من ردود الفعل البدائية والسخيفة متاعها. ايو وهي عليش تكلم فيه على خلود مبروك مثلا. فيما يخص مبروك كرشيد. وهي عليش تكلم فيه. ايو عليش آآ دراش نوار. خلينا من هذاك راو آآ ما فاماش بلاد محترما مفيش آآ مفيش صحافة تنجم تخدم في اطار آآ معين. بصفة عامة ما فاماش ما فاماش بلاد تنجم تمشي من غير ما يكون ما نحكموا فيها القانون كي ما يلزموا يتحكم. راو الا 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 استعمال القانون. راو مش معنتها نجيب فلان ونعيط له ونسمعه وبره ويجا ودراش نو. لي لي مش هذا. راو آآ هو ارساء نوع منه الطمأنينة القانونية اللي تخليك انتي متأكد اللي ما كش مش تتظلم. اللي بش يتم محاكمتك في اطار القوانين المنظمة لمهنتك. آآ تكون متأكد اللي القضاء اللي بش يحكم عليك مستقل تماما. هذي كله رانا ما زلنا بعاد عليه برشرة. آآ وهذا طالما ما وصلنا لوش رانا متخلفين الكل مع بعضنا. البيان جا فيه احياء لدور الاي كهيئة تعديلية. ما تخليش السحوفيين في علاقة مباشرة مع السلطة التنفيذية. اي وكيناك. ولا القضائية ولا اي سلطة اخر. كي نعمل ونحن علش ما علش ما يتمش تجديد متاع اعضاء التكميل وتجديد اعضاء الهيكا هذي. راو انا ما انت هذي يلزموا يتكتب في اطار بيانة رسمي وكذا. اما لكن كان نحكيه على المستوى العملي اه اخي هذي نظام انت بش يعمل لك هيكا بش يعمل لك اه من على شنين. هذي نظام يحتقر الصحافة والصحفيين. ما همش موجودين في حتى في في الخريطة اللي محتوطة قدام النظام هذي ما فميش المعطى معطى الاعلام والصحافة وكذا. تشوف شوف وضعية المؤسسات الاعلامية على اختلاف اه على اختلاف نشاطاتها اللي متاع الحاكم كما نقولو نحن. شوف وضعية هجني. الغريب مروين كتقول اللي هذا النظام يحتقر الصحافة والصحفيين اه رئيس الجمهورية قبل الفين وتسعتاش كان ظهر اعلامية بامتياز. الصحافة والصحفيين ونشرة الاخبار كانت هي اللي اللي اعطات لرئيس الجمهورية اه ما استثمره في مباعد في انتخابات بش خرج في المرتبالولة في دور اول. عقبا على الكلام مروين اللي معتها الناس اللي. الناس اللي ما عنده ما تصنعه. معنى او تحط حل اورديناتور ولا تليفون تقعد تكتب في كوماتريت كيك ما عنده. معنى تفرحوش ياسر راهو. خطر راهو سلطة تخاف من النقد راهي حتى هي سلطة راهي ما هيش سليد ما هيش معنى السلطة عنده ثقة في روحها ما مهميش. معنى يتعديوا برامج وصحفي يخدم خدمته ويعمل انترفيورهم نغم المهم فمش عليش تتقلق. مدام يتتقلق وتعمل في السنس رأى كيما هكا وتستبق في البرامج وفي الاحداث ومنع اللي تدي واللي راهو مطا سلطة زادة حالتها راي ما تصرش. فمش هاي يفرح يعني اه. وهذا كل وهذا الكل في اه مخالفة يعني يظهر لي منيش 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 اوستاذ قانون دستوري. اما راهو اه مرة اخرى هات نفكروا اللي في الدستور التونسي اللي معتمد حاليا الرقابة المسبقة على المظامين الاعلامية ممنوع. مش لازم نكونوا معنى جهاب ذا معنى مش لازم نكون اه عياض بن عشور مش نفهم اللي راهو ما تفهم ما حاج غالط اللي راهو بين التطبيق والنص الدستوري فما حاجة ماش مراكب. ما زادة الدستور مراوين فيه الحق في الحياة والحق في السكن والحق في العمل والحق في وفي قرينة البراءة وفي برشة حاجات اللي هما زادة. ماناش محترمين هم برشة برشة. نحكيوا على اضرب جوع. افادت للمحامي هذا لي لمصدق في تدوينه على فيسبوك اليوم انه شقيقها السياسي جوهر من بارك من بين الموقفين السياسيين فيما يعرف بقضية التأمر. دخل في اضرب جوع وحشي عن الماء والطعام منذ يومين. واضافت انه هاية الدفاع لم تتمكن من زيارته لانه القضاء رفض تمكينهم كمحامين من بطاقة زيارة البارح. واليوم حسب نص التدوينة نسمعوا تصريح دليل مصدق. نسمع انت خطان بابا يمشي نزور جوهر. اسمعني جوهر دخل في اضرب جوع عندهم هاري. اضرب جوع وحشي بلايش ماء و بلايش ماكله و بلايش دويه و بلايش حد شاي. البرح مانا جمناش نعرفوا خطر البرح كيف كيف. ما حابوش يعطيونا بطاقة زيارة. ما زور نيهم شي. معنيها لايزا نحتجزوكم. لايزا ناكلو بكم. لايزا ركبو لكم ملف عنيان تعامر على المعارضة. لايزا حتى الزيارة حاسدينهم فيها. شو عملو لكم؟ عيسا مجاور وغازي ورذاور. شو عم نقول لكم؟ سرقوكم. فكو لكم رزقكم. قتلوا روح. بلعزي هما. سومالي هما هزوا سلاحة لبلادهم. طلعوا جبل. عليه التنكيل هذي الكل. معناه الناس محتجزين قصريا في الحبس عندما 14 شهر. من لوحين في الحبس حاسدينهم على زيارة. ماروين. تداول هيدا ولا مش تداولة؟ الله هي ما نعرفش. مش بدتش عالقضية دونك ومش بدتش عالى ملف. جبلت على ظروف الايقاف. هاي. اللي هو موضوع مختلف. كذلك اللي نجمو نداولو فيه. وبعد الله واعلم. نطعو نشوفو. آآ اما راو آآ 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 في جميع الحالات آآ آآ هذي راو الاضراب الاضرابات الجوع. آآ ونذكروا في نفس الاطار اللي كمل طيف ايضا في اطار آآ في في آآ بصدد آآ آآ شن اضراب آآ جوع. هو سلاح اللي ما عنده حتى ما عنده حتى اثنية اخرى. لو آآ صحيح بانا دفراء الاخر كرتوشة معنا. حتى آآ صحتو. نحنا حتى في كلامنا اليومي وفي كلامنا الليحدة يقول لكم مانا مدام مدام موجودة الصحة باقي لباس ومانا اهم حاجة الصحة ونحنا مانا كلنا حكماء مانا نفهمه في كل شيء وكلنا طيارات ما. تنظير ايه. السيدة ذا يا باقعد لو كان صحت وقعد قعد يخاطر باها تاوا. آآ فماش ما يتسمع بعد وقت بعد ما آآ الناس اللي تفهم في القانون في تونس كل هما الاسادة الاجلاء. والعمداء. القانون والعمداء قالوا راه يا جماعة مغير ما التعبر وياحكم راه ما فما حتى تأويل وما فما حتى قراءة. آآ تخلي الناس ذوما في الحابس. هي شو حط رعك في بلاست وشنو ينجم يععم. ايه صحيح جوهر بمبارك آآ يسري سيح. وآآ وغلط كي آآ كي يحطيدو في دل نهضة. وآآ سياسيا مراهش يحكم. وميسيلش. حتى ذاك هذكم كل لازي ديرو سيوم تاعك واكل واحد اذكم كل عندك عندك الحق فيهم. ميسيلش. ام مش هذا الموضوع تاو. هذة اللي هذة اللي لازم الناس يفهموه في وقت من الاوقات. وحتى كمال طيف خايب ولوبيست وكذين. ايه ميسيلش. آآ حط في مخك اللي يظهر لك. في الاثناء هو مواطن تونسي محطوط في الحبس. وقاعد تاوحات صحته آآ في خطر. لانه يعتبر له مظلوم. مم. له فما معطى مهم مروان زادة ما يزمكش تنساه وما يزمش حتى حد ينساه اللي هو فترة الايقاف فاتت اربعتاشن شهر اللي هي. بالضبط. فترة الاحتجاز القصوى. اه. اللي ينجم متهم في قضية يبقى فيها رهن الايقاف. كيما يقول القانون وكيما اكدوه الاسياد ذا اللي قريه في القانون. بالضبط. آآ مانيش بش نسالك على الجدوى الكرتوشة اللي نحكيوا عليها بالنسبة لجوهر بن بارك. لانه نعرف الناس الكل كونو مهوش اول اضراب جوع من الموقفين في هذه القضية. وحتى يمكن حتى في قضايا اخرى. وهذا يكون اللي مزالوا يتآمروا. من وراء القذبان. فاصل اقصير وبش نمشيوا لجملة من اللقاءات كين قام بيها البارح رئيس الجمهورية. آآ راجعين بعد فاصل. اشتركوا في بناء luogo. اشتركوا في أقصير. اعطلوا على أنك تعطيها لجملة وشتركوا وقاله وشتركوا في المشاهدة على نسابene معناه جزء من الدّاس على جميع من القانوني بالنفس كين وطنية قائمة. أعطلوا على طلب النساط للجمهوري. أحذروا على نسابة القانوني. ومع بعض الاستند من يدفع. رائعا. طلب الأصداق بالنساط للجمهوري. اشتركوا في المدع. موسين معكم في لوماجي إكس بخيس جملة من اللقاءات قام بها رئيس الجمهورية باش نبدوها بلقاءه مع رئيس الحكومة أحمد الحشين نهو خلال اللقاء هذي العمل الحكومي خلال الأيام القليلة الماضية وخاصة الإجراءات المتعلقة بعودة التونسين من الخارج وخلص رئيس الجمهورية إلى التأكيد على أننا اليوم مدعوون للاستجابة لمطالب شعبنا والاتخاذ قرارات مصيرية لا تتحمل التردد فالإخلاص للوطن ليس شعارا يرفع والثورة ليست مجرد ذكرى بل يجب أن تجسد كل يوم وفي كل المساويات فللصدق والإخلاص للوطن مقعد واحد ومن اختار الانتظار فعليه أن يشلسي خارج دوليب الدولة مروين تعليق على ما جاء في صفحة رئيس الجمهورية بعد لقاء رئيس الجمهورية بأحمد الحشاني رئيس الحكومة فما محور ناقص ما نلقيتوش في الحوالة وهو العملية التثبت من الشهائد العلمية وتنظيف الإدارة وتطهير الإدارة صحيح كان روكن قار كان في لقاءة معنات كيفوتنا الأجال القانونية ولا مولينا ما عادش نحكيه عليه تتوقع كونه يخرجنا نهار هكا تقرير مفصل على ما قالت إليه الأمور في هذا التحقيق اللي صار؟ هذا شنو قالون شنو زعم بشي يطلع يعدي وفاها علينا وليد نستبعد أنا صراحة هكوش أنا حكيت ثيقة أنتم متابادلة معني يعني نستبعد هو كميش يدوسي معنا على روحه يعني الحقيقة ما ملقيت كلمة السر مريقل ملقيت هيش تطهير الإدارة وكل يخدموا من غير ما يخدموا وكل ترتينة هذيك والتي معتش موجودة هلتي تعليك بلاصة أي حقيقة خاطر ما يمرطب تب مرسوم خرج في الرايد الرسمي دون كنا نقعد نتفكرها معانتها ما خاطرها ذاية كلام با الإخلاص للوطن ليس شعارا يرفع والثورة ليست مجرد ذكرى وشنو نعمل بيه ما بيهير هو الثورة ليست مجرد ذكرى مانت نظام معترف بالثورة يتقول خبز حرية كرامة وطنية والحرية في الوسط مرتبطة بالخبز مرتبطة بالكرامة الوطنية دونك الحرية اللي اليوم معناها قاعدين تعبين ولينا عليها أكثر من اللي كانت أنا كي معناها في السنين اللي فاتوا معتبي صحيح صحيح عجبتني المثلث اللي عملته هذا ما بين الكرامة والخبز والثورة بصراحة أبهرتني والله أبهرتني أنا حبيت نرجع للبيان والإجراءات الخاصة بعودة التونسيين من الخارج منعرش يدور لي هنا في تونس في في استوديو هذا فماش يكون فينا ما عندوش هكا شكون في الخارج وما تشكلوش من سعر التذاكر وقت العودة إلى أرض الوطن منعرش إذا كان هذا يجي من ضمن الإجراءات اللي رئيس الجمهورية يحكي فيهم مع سيد أحمد الحشاني ولا وقت اللي سعر والله يا وليد هذي 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 نعمل وقعدة على الإجراءات المتعلقة بعودة التونسيين من الخارج أن نحطها في نفس الخانة متاع المخزون الاستراتيجي متاع العظم مقبل رمضان والتحذير للعودة المدرسين التذكير فإنو رئيسة الحكومة البارح عبطة بيان يتعلق بالإجراءات المتعلقة عملوا قاعدة طويل عريضة على الكفاش بشنا عملوا ربما التونسيين اللي بالخارج جايين شنو بشنا عمل شنو معناها شنو هو اللي بش يسيدي ناحية الرشوة من البلاد على سبيل المثال بش ما يتم ابتزازهم في اللابرات من اللي مالي ها بتمنزيل موصل لشهور تونس ويدا يفرق في اللوروية بش ناجم يسلك وموروا هذي مشنو بش نعملوها على التريميستة الجاية معناها ومبعد مسالش فماش هذي هالحكايات المسائلة هذي هالموسمية هذي متاع متاع والله يرابش يجيوا في الصيف هيا سيدي خلنا نشوفوا كيفاش نعملوا إجراءات هيا التونسيين شنو تعمل التونسيين هاذك هيا سوم التذكر كيمة اللي كومباني متاع العالم الكل اللي وقت اللي يجي الصيف هو وقت البرشة السفريات ولعبات تتحرك دونك الاس ويم تطلع دونك يلزم تربح فلوس هي شنو نعمل ردها ردها متاع الدولة ردها متاع الدولة بمعنى مش لازم تربح فلوس يا تونسيين هاني انا تونسب اه وتوجيب لك التونسة بالخارج بثلاثة سور دي روي نعملو خيار عما نفس مش هي نفس تونسيين اللي عندها طيارة خرجت ولا متاعود بالله عادتش هي من وقتها هلا هاي مش لازم انا استناول طولة لما هي مش لن تعود يا بدولي اه لا يا انا عليش عملت الملاحظة مروان لانه عندهاش برشة نحكي مع عشكون يقول لي انا كان بش نجيل تونس اسعار التذاكر برك يكفيني بش نمشي نعمل العطلة كاملة باسعار التذاكر نعمل العطلة كاملة في بلاد مش بعيدة هنا ولا هي منافسة جدية مش نحكي في 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 جنوب المتوسط نحكي في شمال المتوسط اه اه لازيل كان ريا في اسباق ايس بانيا مم يقول لي كان نمشي نعدي كاملة باسعار التذاكر فقط اه 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 ربي وجهك خير معناها معناها يبتش تقولو ربي وجهك خير خطر رايه زادة معنطها التحويلات اللي عاملو فيها رايه معنطها ناخذوها بعيد الاعتبار معنطها جوز كبير من الناتج داخل الخام بتاعنا معنا يعني ونعملو عليها كي نحسبو اه اقتصاد ماذا تقول ربي وجهك خير خاطر خاطر يا ناجم زادة في تحويلات يقول لك ربي وجهك خير حتى انتو مرة واحنا معاش باع فيه اي نفسي مش مش نعلق وزيرة الاقتصاد اللي في لقاءه مع رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية يحكي لعلى خيارات اقتصادية وطنية خالصة اكد خلال اللقاء دي على ضرورة ان تكون الخيارات الاقتصادية خيارات وطنية خالصة بناء على تصورات جديدة تقطع مع ما كان سائدا في السابق وما زال البعض يعمل للأسف بهدف الرجوع اليه وشدد رئيس الجمهورية على ان الاقتصاد الريعي لا يخلق الثروة ابدا ولا يمكن ان يكون ركيزا من ركيز الاقتصاد والنمو فضلا عن ان الذين استفادوا منه هم بضع عائلات وكانت نسبة النمو وتحتسب بناء على الثروة الوطنية بل بناء على الثروات التي كدسوها بل اكثر من ذلك كانت الجهات التي نصبت نفسها للتصنيف والترقيم تضع تونس في مراتبة متقدمة وتمنحها علامة الاستحسان بارتباط هذه العائلات بدوائر خارجية كما تعرض الى ضرورة الاسراع بوضع مخططات للتنمية العادلة التي لا يمكن ان يغيب فيها الدور الاجتماعي للدولة لانه لنمو حقيقي الا على اساس العدل الاجتماعي ولا نمو اقتصادي واجتماعي الا بتولي الدولة لدورها الاجتماعي في الصحة وفي التعليم وفي النقل وفي غيرها من المرافق الاخرى مرويا ان رئيس الجمهورية يحكي على عائلات كدست الثروات ومنقيسوش النموم تاعة الثروة الوطنية وانا ما ينقيسو النموم تاعة الثروات هذية وحتى وكالات التصنيف والترقيم ترتبنا على حسب علامة الاستحسان في ارتباط هذه العائلات بالدوائر الخارجية نصبت معناها انت انا حديث الاطار العام انا حديث الاطار العام نعرف شو انت يعلق سينارا وناتي الهجر الهنان نحكي على خيارات اقتصادية ما هو هكا ولا؟ اكيد شنو ما هما بالتصورات الجديدة حتى لتوى رينا الموضوع البنك المركزي اللي يمول الميزانية في اطار سياسة متع تدايون ناجم تقول هي نفس السياسات اللي كانت تطبق فيها الحكومات المتعاقبة الكل هكا ولا؟ بشكل مختلف ويناجم يكون اخطر بش يكون اخطر مما لا شك فيها لكن مثال شا سدي ذاك نقول قراءة الناس اللي تحكم في السياسة الاقتصادية يفهموا خير منها مما لا شك فيها ما نقشوش فيها ولكن في جميع الحالات في قانون ميزانية تلفين واربعة وعشرين نلقاوا نسبة نسبة تدايون قياسية هذا يقطع مع ما كان يمارس في السابق الا لا الدولة تحب تزيد في ايراداتها قولي هوا حاجة معناها مشروعة في خطر في اخر الامر في اخر الامر الدولة كيتلم فلوسها مش مش تحطها في جيبها ماهم بعد بش يوليوا كياس بش تصروف كاتبوا واحد وكذا مع انت كه هدف هكا في المطلق انه الدولة تحب تزيد في ايرادات متاحة يعني هدف مشروع الحكومات اللو خلين كيفاش كانوا يعملوا بش يزيدوا في ايرادات متاحة يزيدوا يزيدوا علينا شوية في الضغط الجيبائي الحكومة الحالية كيفاش عاملت ماشا مقصرة معنا الحق في امور نفس طريقة تقريبا بح في اطار التصورات الجديدة التي تقطع مع ما كان سائدا في السابق زعمة هذا اللي يبرر انه السيدة في ريال الورغي السبعي مع محافظة بنك المركزي كانوا في واشنطن في اطار اجتماعات الربيع مش هما مش غاديك زاد نلقاو زي ما نقولوش هما مش نلقاو زادك جمعة التصنيف وجمعة كذي هانا هانا نمشيوا نقابلوهم ونزيدوا الروح ونقولوا راهم فرحانين بينا اسمعو اسمعونا اي شوفونا خزرولنا كيفاش راهم راهم البرة فرحانين بينا وقالوا لنا لا يعطيكم الصحة عندكم قدرة قدرة على الصمود في نجيه هذيا في اطار التصورات الجديدة حاجة الاخرى نتعدي الاقتصاد الرايعي هذيا الاقتصاد الرايعي اللي ياسر اصبح لموضة ونس كل تحكي عليه و حاجة يعني مستحدثة لا يخلق الثروة ابدا مش صحيح يخلق الثروة ولكن في غياب كان مجاش الاقتصاد الرايعي نخلقه اكثر ببرشة ثروة ايه صحيح ولكن بالاقتصاد الرايعي هيش كليزي بالثروة الثروة فاما شوية ثروة بح هذيا الثروة هذية استفادوا منها بعض العائلات حسما تقول لنا رئاسة الجمهورية هكا ولا صحيح بح و نفس هذه العائلات عندها ارتباطات مع الدوائر الخارجية قوية ومهمة بشكل خلى انه الجهات التي نصبت نفسها للتصنيف والترقيم تحط تونس في مراتب متقدمة وتمنحها علامات الاستحسين معناتها هكا العائلات التونسية هذيك اللي موجود رو صحيح العائلات التونسية هذيك اللي صورت برشا فلوس ومزالت قاعدة تصور في برشا فلوس من الاقتصاد الرائعي عندها عندها قدرة على انها تتحكم في النوتاسيون سوفرين متاع متاع تونس معناتها سي فلان يهز تليفون يكلم ستندرد بورس مثلا والاخر يكلم فيتش ويكونوا كلموا بعضهم اقبل نسقوا خطر كاكتولي الحكاية ازين نسقوا مع بعضهم نقولوا يا تعالش كيفيش هنعملوا بي بي بلوس التونس انا نحب بي بلوس والاخر في واشنطن اللي النوت تمتعه تنجم تطيح اقتصاد اي بلد او ترفع اقتصاد اي بلد ولا اي بانك ولا اي مؤسة وكلفة الاقتراض واحد يقولوا حاضر سيفلين ايه 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 نعم ايه ايه ماذا ايه نعم توت سويت قداش قطلي بي 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 موا شا قولك في بي بي بلوس نحنصرف نصرف جس حبيت التعليق لانه الوقت ضربنا مروان يقولوا بعد اوكي بي بي كنتش نجم بلد مرك الله فيك لذي لضافة القيمة البارح من ضمن اللقاءات في تعليق سريع مروان استقبال رئيس الجمهورية لرئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالا ورئيس مجلس الاقاليم والجهات سعيم الدربالي اول لقاء مع ابراهيم بودربالا منذ الجلسة التطبيع يبدو انه رجعت المياه لمجاريا مش لدرجة اما لازم حتى بروتوكوليا لازم نقابلهم الزوز ولكن هنا في البيان فم برشا برشا نواية طيبة كان مهمش ينتظروا الاختيارات التي توضع في المركز صار بهذا النظام فاعلا ومشاركا في وضع التشريعات التي ستتيح له تحقيق اماله وتطلعات لا لانه لانه اللي عملنا النظام هدايا عملنا نظام باش يضخم الطلبات باش يضخم باش وليو مسموعين اكثر ممكن يوصلوا باكثر سهولة عن طريق النواب وعن طريق البرشا مجالس عرفت كي ماليكو في بلاسة فارغة باش وليو بشاقوة الصداء وبشاقوة الصوت اما هذا اما النفس هذا النظام ما عنده حتى ما يوفر حتى ضمان في تطبيق ما سيتم المطالبة به والدليل على ذلك البيان اللي كنا فيه مع سيدة وزيرة الاقتصاد والضغطيت وين رئيس الجمهورية يدعو الى ضرورة الاصراع بوضع مخططات التنمية العادلة جزت انه حتى ما علقناش على اللقاء وانا ما البارح من ضمن اللقاءات كذلك لقاء مع وزيرة العادل سيدة ليلى جفال احكي فيها رئيس الجمهورية على الدور التاريخي الموكول للقضاء لتطهير البلاد وذكر ان الاجراءات وضعت لضمان المحاكمة العادلة لا للإفلات من المحاسبة والجزاء ووضح رئيس الجمهورية بانه لا احدى فوق القانون فالحرية لا تمارس الا في اطاره هنا نحكي على القانون كما ان الذين يدعون اليوم زورا وبهتنا بانهم ضحايا لغياب الحرية هم من اشد اعدائها لانهم لا يقبلون بنظام ديمقراطي حقيقي يقوم على الارادة الشعبية ويتناسون ما ارتكبوه من تجاوزات وما تلقوه من مبالغ مالية طائلة من مصادر مشبوهة من الداخل والخارج على السواء فندواتهم ولقاءاتهم لا تنظم الا في النزول الفاخرة ومع ذلك يتظاهرون وهم مفضوحون بانهم مدافعون على القرار الوطني وعن الاقوف الى جنب البؤساء والفقراء نقطة نهاية شكرا لكم مروين عشوري شكرا هاجر بوجمعة زينب الباستي راجعين في بداية الساعة الثانية اشتاغ مع هاجر بوجمعة مش نحكيه كذلك على قفلة الضمير قفلة الضمير العالم يكون معنا في اخر جزء من برنا دكتور امين بن نور نحكيه على التنسيق والاعدادات والاستعدادات لهذه القفلة